استعرضت وزيرة التجارة والصناع نيفين جامع مع وزير التجارة السعودية ماجد القصبي سبولات تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي ما بين بلدين وامكانيات تعزيز الجهود المشتركة وذلك لمواجهة التغيرات الاقتصادية الحالية على ساحتين الاقليمية والعالمية قالت الوزيرة ان لقاء تناول متابعة الترتيبات الخاصة بعقد اللجنة التجارية المصرية السعودية المشتركة التي تصدفها المملكة الأسبوع المقبل برئاسة وزيري التجارة في البلدين مشيرة الى ان اللجنة تمثل ركيزة اساسية لدعم العلاقات الثنائية ما بين مصر وسعودية في مختلف المجالات وعلى كافة الاصعادة وزاتت معدلات التبادل التجاري ما بين مصر والسعودية العام الماضي رغم التدعيات السلبية لفيروس كورونا عالميا بلغت الصادرات المصرية للسعودية العام الماضي مليار وتسعمائة وخمسة وتسعين مليون دولار بنسبة زيادة بلغت سبعة عشر فاصل أربعة في المئة